لك أنا أسألك هل تحس لما تركت نقابة الفنانين أنه راح منك شيء؟ لا أولا بو أنا لتركت نقابة الفنانين أنا انفصلت من نقابة الفنانين لحقيقة الأخ اللي أنا يعني مصرع أني ما أقول عنه نقيب فناني أقول عنه رقيب الفنانين لأنه يقوم بعمل رقيب الحقيقة أنه فصلنا من النقابة أنا ومجموعة من الفنانين لأسباب يعني الحقيقة قبيحة جداً وفيها افتراء كبير ويعني بس هذا كلية جزء من الانحطاط العام جزء من الدمار العام تعرف اليوم في أشياء هي عظيمة وكبيرة صلت أنا بشوفها صغيرة جداً لأنه حجم المأساة فعلاً كبير حجم المأساة كبير جداً لذلك الواحد بشعر بالأسى وبشعر بنوع من الخزلان وبشعر حتى أحياناً بشيء من اليأس يعني لأنه ما كان فيه داعي قبل أن احنا ناس قلنا رأينا يعني أنا واحد من الناس اللي كان عندي رأي كان ممكن الرأي يكون غلطه أو يكون صح للأسف الشديد أنه طرع رأينا صح يعني أثبتت السنين أنه رأينا الصح وأنه ما كان فيه داعي نوصل لهون وكان فيه عنا فرصة أنه ما توصل سوريا ونوصل كسوريين إلى هذا المكان فقط هذا كل ما فعلناه يعني وبالتالي أنت بتشوف يعني ردة الفعل القبيحة والبشعة والإقصائية يعني شو بدك تحكي ربنا يعيني شكراً يا بركة اشتركوا في القناة